تدولت احدى المنابر الإعلامية خبر تعرض الضابط الممتزى السابق عبدالقدر الخرز لوعكة صحية مفاجئة أدخلته على وجه السرعة لقسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بالقنيطرة وكشف الإعلام رشيد العلال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن كل الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة منظفا أنه اتصل به وأكد له أنها مجرد إشاعات وقال رشيد في تدويناته وصلتني أخبار النس الخرز في الإنعاش واتصلت به أكد لي أن هذه الأخبار زائفة لا أساس لها من الصحة وهو بخير والحمد لله اتقوا الله وحل الخرز يوم السبت الماضي ضيفا على قناة دوزم لتصوير إحدى حلقات برنامج رشيد شو يشار أن عبدالقدر الخرز ضابط شرطة متقاعد عمل في سلك الأمن لمدة أربعين سنة حاز خلالها خبرة كبيرة في موضوع جريمة وعوالمها فقرر أن ينشر مشاركة منتظمة حول تلك المواضيع عبر اليوتيوب واستطاع أن يشد إليه المتابعين بطريقته العفوية في سرد الجريمة ترجمة نانسي قنقر